السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم موضوع مهم جدا في هذا الفيديو حاجة تتمثل مواطن التونسي مباشرة خاصة وقت لينقولوا الوثيقة اللي تم التوصل لاتفاق بخصوصها بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي ولبرش أطراف اليوم سوئة سياسية والخبراء اقتصادين وكل يطالبوا بتفاصيل هالوثيقة علشنو اتفقت مع صندوق النقد الدولي هي تعطيني خليني نعرف ولكن فما صمت مريب لحكومة نجلة بودن بخصوص هذا الاتفاق وتفاصيل هذا الاتفاق نعرف عليه كان بعض العناوين الكبرى راه بش يتم رفع الدعم راه بش يتم تسوية وضعية المؤسسة العمومية الانتدابة ما فهميش والتحكم في كتلة الأجور فقط العناوين الكبرى لا أكثر ولا أقل إنما التفاصيل كيفيش ما نعرفوش اليوم فما وثيقة مسربة نشرتها جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم لربعة تسعة نوفمبر الفين واثنين وعشرين تحكي على إنه الأسعار متع المواد الأساسية ومتع المحروقات راهي بش تعرف ارتفاع هام مش ارتفاع طفيف لا ارتفاع هام بعد ما يتم رفع الدعم عنها بشكل تدريجي شوية شوية من هوني حتى فما اللي بش يكون رفع دعم كلي في الفين واثنين وعشرين وفما اللي بشيوقه التدريجي حتى كش الالفين وستة وعشرين وهذا طبعا استجابة لما يطلب صندوق النقد الدولي من إصلاحات سميت إصلاحات موجعة هذا نحب نعرفه دونك اليوم في جريدة الشروق تلقاوا يعني هالاتفاق هذي بعد أكثر من 17 شهر من المفاوضات نقاشات تقنية وبعد مفاوضات رسمية وإلى حدود اليوم الحكومة لم تعلن عن تفاصيل هذا الاتفاق ولكن فما بعض التصريحات والتسريبات خليني أقول لكم بعض التسريبات عن الوثيقة لضمنة الملامح الكبرى للاتفاق وما قدمته تونس من تعهدات لصندوق في سيق الرفع التدريجي ركزوا معي مليح مليح في الأسعار حسب هذه الوثيقة به سواء قلنا ساعة ترشيد الدعم توجيه الدعم رفع الدعم توجيه لمستحقيه كلها مفردات تؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج قدوك بش تمشي بش تلقى أسعار أخرى نرجمه نقوله أنه ارتفاع الأسعار بش يكون أخطر هذه الإجراءات به بعض الوثائق اللي جاي فيها بأنه الأسعار بش تصبح كما يلي ركزوا معي الباقيت نشريه فيها تواب 190 فرنك في 2023 بش تزيد 70 مليم بش تزيد 70 مليم أخرى سنة 24 بش تزيد 70 مليم أخرى سنة 25 بش تزيد 70 مليم أخرى سنة 26 بش تولي الباقيت سومها في 26 475 مليم الخبز الخبز الكبير 230 مليم سنة يعني توا الخبزة بش تزيد 140 مليم في 23 140 مليم أخرى بش تزيدهم في 24 140 مليم أخرى 25 145 مليم أخرى بش تزيدهم سنة 26 بالتالي الخبزة بش تولي ب785 مليم سنة 2026 السميد 790 مليم السعر التوى بش يزيد 400 مليم في 23 بش يزيد 400 مليم أخرى في 24 بش يزيد 400 مليم أخرى في 25 بش يزيد 400 مليم أخرى في 26 فسيصبح سوم الخبز سامحوني سميد 2390 مليم كيلو سميد سنة 16 الفرينة 850 مليم السعر الحالي بش تزيد 252 مليم سنة 13 بش تزيد كيف كيف 252 مليم أخرى سنة 24 بش تزيد 250 مليم سنة 15 بش تزيد 250 مليم سنة 16 بالتالي بش يصبح كيلو الفرينة بـ 1856 مليم سنة 16 الكوزكسي توايت باعه ب 795 مليم السعر بش يزيد 555 مليم سنة 23 بش يزيد 550 مليم أخرى سنة 24 بش يزيد 555 مليم سنة 25 و بش يزيد 550 مليم سنة 26 بش يولي كيلو الكوزكسي بـ 3010 مليم سنة 16 المقارونة بـ 805 مليم سومها الحالي بش تزيد 550 مليم سنة 23 بش تزيد 550 مليم أخرى سنة 24 بش تزيد 550 مليم سنة 25 بش يزيد 550 مليم سنة 16 بش يولي سوم كيلو المقارونة بـ 305 مليم سنة 16 بش يولي الزيت اللي هو مش موجود أما كمام خلينا حسب الوثيقة نقرأ لكم شنوها جاي في المعلومات هذه في جريدة الشرق بـ 900 مليم نورمال ما هو السعر متاعه بش يزيد 810 مليم سنة 23 بش يزيد 810 مليم سنة 24 810 مليم أخرين سنة 25 805 مليم سنة 26 بش يولي سوم بربعلي في 150 مليم سنة 26 هو هكا والهكا ما فهميش حتى كنزيد وما فهميش بش يتوى الحاجة أخرى اللي هي رفع الدعم على المحروقات ولي بش يكون بشكل كلي وما هوش بشكل تدريجي كما اللي كنا نحكي وعليه بش يكون في سنة 2023 رفع كلي بش يكون المحروقات يا سيدي بش تولي الأسعار كما التالي بنزين خالي من الرصاص إسانس بش يولي سومو إلى موفة 23 بش يولي سومو 345 مليم الجزوال 50 بش يولي سومو 3775 مليم موفة 23 بالنسبة لقوارير الغاز المنزلي قرورة الغاز حاشيكم دب بسطة الغاز بش يولي سومها في موفة 23 بش يولي سومها 24 دينار الوثائق اللي قالت لكلم هذي هي وثائق مسربة تكشف بأنه الحكومة بش ترفع الدعم على المحروقات بشكل نهائي سنة 23 ولكن وزيرة المالية قالت في حوار لها مؤخرا انه بش يتم رفع الدعم على المحروقات بسفة نهائية سنة 26 ولكن الوثائق تقول سنة 23 بش تكون أسعارها حقيقية كيمة البريل في العالم قد يش يتكلف بش يكون هوني معناها يتتبع كيف ها كيك به لإله لله محمد رسوله نحب نقول انه هذي معطيت على وثائق مسربة نشرتها جريد شرق ليو ما على الحكومة لأنها تخرج وتوضح للرأي العام وتوضح للمواطنين وتقول كيفيش بش ترفع الدعم وعلى أي أساس ولا رقام هذي صحيحة ولا مهيش صحيحة وعطينا صحيح هذي احنا غافلين وهنا ماشين وزيادة الله أعلم مش فيها وش ما فيهيش هذي معناها ما قالش به رب نحب ونعرفه شنية بش يزيد وشنا هو ما يزيدش بينصور هذي يعني أنا ما حكينش على الحليب وما حكينش على برش حاجة تخرين هذي اللي جاء أنا قريتيككم اللي جاء في المعلومات اللي موجودة في الجريدة فقط فرجاء تحترموا شوية عقول التوينسة وتحترموا معناها المواطنة متاعنا وقولونا شنية اتفقتوا مع صندوق النقد الدولي وفهمونا ش عملتوش ما عملتوش وهذا صحيح ولا مش صحيح ولا ولا وين ماشين بضبط نحبونا عارفو وين ماشين اخي ماشين هكيكم مغمضين عينينا وهزينا وما نعرفوش على رويحنا وين ماشين احكيوا معنا وفهمونا شنو اللي سائل ما على الحكومة إلا إنها توضحنا وتخرج وتصرح واليوم فهمنا علش فما عدة أطراف تطالب بالحصول على الوثيقة اللي متاع الاتفاق بين تونس بين الحكومة ومسيحكم تنجلة بودن وصندوق النقد الدولي اليوم ما رفعت دعم سامته جريدة أشرق الكارثة وجريدة الصباح زيادة كيف كيف اليوم عملت ملف كامل على رفع الدعم زيادة ما يتقبل المواطن هذي ولا ما يتقبلش زيادة عليهم الشهير بيش تعمل فيه بالوجور هذي معناها بالعائلات المعوزة بيش تعمل رفع وجور عفوا بيش تعمل رفع الدعم فهذا غير معقول بالمرة زيادة عليهم اليوم فما تصريح لأنا أتقر اسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي يقول بأنه فقدين المواد الأساسية مثلا يعود إلى أنه فما جزء كبير من المواد المفقودة في الأسواق هي في الأصل مستوردة وحاليا عندها عليها ضغط كبير على الصعيد الدولي يقول فما مجهودات من وزارة المالية وزارة التجارة لتزويد الأسواق بالمواد المفقودة هذه من جهة أخرى يقول فما نقص مساجل في المواد الأساسية مش بسبب عدم توفر السلع بالأسواق فقط ويقول فما وجود الاحتكار في مدن كبرى يقوم بتخزين السلع تبقى عليهم القانون سيد الوزير لداء إلى سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح هذا الاتفاق صحيح ولا مش صحيح ومصرحة الشعب التونسي شنو بشي عملوا بضبط وعلى شنو أتفهموا وعلى شنو أتفقوا وهذا بشي تطبقوا وإلا لا دبوز الجاز باربو عشرين دينار في الفين وثلاثة وعشرين حسب المعلومات هذه صحيح وإلا لا نحبوا توضيح حاجتنا كان بتوضيح فقط ترجمة نانسي قنقر